الطابع الرعوي لولاية الجلفة جعل من نشاطها الرئيسي تربية الماشية إذ تحتوي على مليوني رأس من الغنم غير أن الجفاف الذي عصف بمناطق عديدة من الولاية أدى إلى تقلص مساحات الكلأ وزوالها الأمر الذي جعل الموال في رحلة بحث عن الأعلاف التعاونية متوفرين وموفرين كل الإجراءات القانونية قاعدة يروفها ومساهلين الأمور هما ولكن الحصة أنت الحبوب أدهم تبعثي القرفة من ناقصة شوية الموال رأي هذه لازموه ليس لازموه عشرين قنطار مثلا تكفيه لازموه عشرين قنطار في المئة ما تكفيه هذه لازموه الأقل يعطيه ثلاثين قنطار في المئة معاناة كبيرة يعيشها مربو الماشية جراء تقلص مساحات الرعي بسبب الجفاف ونقص الأعلاف ما دفع بالمصالح الفلاحية المحلية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية عملية توزيع يوميا الحمد لله حنا بدينا في 18 جنفي بدينا بدائرة الجلفة وإن شاء الله غدوا نكملوا دائرة الجلفة رانا موزعين ما يفوق خمسة وعشرين الف ومئةين قنطار إلى دائرة الجلفة وحدها وبعد نتجاوزوا إلى دائرة واحدة أخرى ووفق الرزنام المسجلة أو المسطرة من طرف اللجنة الولائية اليوم رانا نرقعنا في الموالين في المهم تحمل إن شاء الله بنوفروا الأعلاف إن شاء الله عدنا إحصائيات من هذه اللي بدينا لطيرسهم لكن فيما يخص النخالة ليعطوها لدينا سببا سرباء الموالين كما اليوم رانا عدنا سربينا ألف ومئة وخمسين الموال ليستفادة من مدى النخالة المدعمة الإجراءات التي بشرتها السلطات العمومية لكسر المضاربة في السوق السوداء للأعلاف استحصنها الفلاحون غير أن غياب حلول بديلة كان له انعكاسات سلبية على الموالين بسبب الجفاف المسجل